ومن رمالة ينضم إلينا عسمة طمنصورة الخبير في الشؤون الإسرائيلية سيد عسمة يعني ما الذي تعني واشنطن بخطوات أحادية وما هو البديل من وجهة نظرها تم الاتفاق مع واشنطن وهذا ما كشفت عنه القناة نعش أنه قبل الإعلان عن الصفقة كوشنير أبلغ لتنياه أنه لن يكون هناك ضم قبل الانتخابات وبالتالي هذا موقف أمريكي تم إبلاغ إسرائيل به وأن أي شيء يجب أن يكون منصق ضمن لجنة من الطرفين الآن هناك ضغوطات تمارس على نتنياهو دعماً لنيتنياهو من أجل صد هذه الضغوطات من كبل نفتاني بنيت وكادة المستوطنين عادت الولايات المتحدة اليوم على لسان سفيرها وأيضاً على لسان كوشنير لتؤكد أنه أي خطوة أحادية أو ضم من طرف واحد دون التنسيك مع الولايات المتحدة هذا سيعرض الصفقة للخطر وأيضاً نتنياهو نفسه لا يريد الضم الآن هو ضمن الضم ضمن اعتراف أمريكي بالضم ولكن تنفيذ الضم بشكل فوري أولاً سيزعج الأمريكان ثانياً سيقطع العلاقة نهائياً مع السلطة سيعني أن الأردن في حلم للاتفاقيات وبالتالي هذا قد ينعكس سلباً عليه ما قبل الانتخابات لذلك التقت هنا مصلحة نتنياهو والإدارة الأمريكية وكلهم طبعاً يدعم الآخر في هذه المواقف التي يتناغمان فيها بشكل كامل طيب يعني السجال أيضاً في الحكومة الإسرائيلية إلى أين يمضي وأين يستقر في توقعاتك؟ هنا اليمين ممثلاً بنفتالي بنت وكادة أحزاب المستوطنين يحاول لون أن يضغطوا على نتنياهو أن يدفعاه إلى تبني والشروع في الضم بشكل فعلي هم يعتبرون أن هذه فرصة تاريخية حكومة يمينية كاملة تؤيد الضم ولايات المتحدة تعترف بالضم ضمناً وإن كانت لا تجيزه الآن ولكن يمكن أن تبتلع هذه القضية وأن تمررها لإسرائيل خاصة أن ترامب يحسب كصديق لإسرائيل غير مسبوك في صداقته وكرمه تجاه الإسرائيليين لذلك هذه فرصة اليمين وأيضاً انتخابياً نفتالي بنت يريد أن يتمايز عن نتنياهو أن يظهر وكأنه هو العمل أكثر وهو الذي يجازف أكثر ومستعد للذهاب لا بعد مدى في سبيل مصالح اليمين والمستوطنين ولكن هذا طبعاً يتم الرد عليه من الليكود ولا أعتقد أنه يمكن أن يثمر عن شيء كما قلت نتنياهو مصالحه العميقة الانتخابية والسلسلسلية نعم أيضاً نفتالي بنت كما ذكرت يلقي ببعض المسئولية على الجانب الفلسطيني في تصريحاته بأن السلوك الخاطئ لقادة حماس ربما يجعل إسرائيل تأخذ إجراءات صارمة تفسيرك لهذا التصريح ومهي الإجراءات الصارمة؟ يعني هو يلوح وخاصة في مسألة البلونات التي تنطلق من قطاع غزة البلونات التي تحمل متفجرات أو حاركة وهو تعامل وعرفها على أنها مثلها مثل الصاروخ يعني يتم الرد عليها على أنها صاروخ وهذا تهديد وأيضاً نتنياهو هدد بالأمس لحماس أن الانتخابات والظرف الذي تمر به إسرائيل لن يمنعهم من التصريح أنا أشك في جدية هذا التصريح وأيضاً إن كان الجيش يوافق عليه بهذه الطريقة لا زالت القناة على ذا الجيش أن حركة حماس معنية أكثر بالتهديئة وأن هذا لا يشكل سبب كافي للذهاب وتصعيد الأمور مع غزة ويمكن احتوائها من خلال إجراءات طبيعية وبعض الاتصالات وتقديم أمور لغزة لذلك نفتال بنت كما قلت هو مستجد هو جامح ويريد أن يترك بصمة في هذه الفترة الكثيرة التي شغل فيها منصب وزارة الدفاع ونراه أحياناً حتى كان الجيش ينتقدون هذا الاندفاع وهرول إلى الإعلام الذي يظهر به إذن سيد عصمت منصور الخبير في الشؤون الإسرائيلية كنت معنا مرم الله شكرا لك اشتركوا في القناة